اعتقال كل من امبراطور بوزنيقة محمد كاريمين اللي عندو تاريخ حافل بالفساد امبراطور بوزنيقة وغنمشيو كذلك باش نتكلمو على اعتقال عزيز البدراوي رئيس الرجاء السابق وصاحب اكبر شركة اللي النظافة شركة اوزون كتعرفو هاد الامبراطور كذلك الفرقة الوطنية غد تعتقل هاد المتهمين في فضيحة مدوية فضيحة مدوية اخواني اخوتي بداية سقوط المفسدين فراحة بحل هاد اخبار تفرح القلب لانه كتشوفو المفسدين يعني الهدف تعنا مش هو انهم يدخلوا استجن وانما الهدف هو ان المواطن المغربي تيحس باننا في دولة الحق والقانون اضافة خاصة نشوفو الاموال اللي خصت ترجع لصندوق الدولة فاحنا ما تهمنش سوى الاعتقال وانما تهمنش تلك الاموال خاصة هاتمشي وترجع وتصادر لصالح ميزانية الدولة ما زال نزيد دقيقة واحدة اخواني وغنبشيو الى كذلك غنتكلمو على الاحترابات ما وملفها اخواني اخوتي اعتقد ان الاشعارات ما توصلش بها الناس المتابعين خاصة انه في بعض الحلقات دائما ما نتعرضو لابلاغ يعني يقوموا بالابلاغ على محتوى القناة من طرف ناس لما تعجبوه مش الحال غالبا ما تكونوهم يعني داعمي ومناصري المغنية باطمع اذا اعتقد اننا غنبشيو على باركة الله اخواني اخوتي البداية مع الخبر ديال اعتقال كل من عزيز البدراوي ومحمد كاريمين هاد محمد كاريمين هم عبارة عن بزناسا كتعرفوا محمد كاريمين سنوات واش عشرين سنة واش خمستاشر سنة او اكثر من ذلك وهو يسير جماعات بوزنيقة وهو في نفس الوقت رئيس جمعية اللحوم الحمراء او شيء من هذا القبيل وهذا الرجل هذا تسكن بجوار عزيز اخ النوش اللي كانت يدوزني الصفاقات اخواني اخوتي اذا غادي نمشيوا مع هذا الخبر هذا واول حاجة غادي نتكلموا لها هو تفاصيل اعتقال هؤلاء وخاصة محمد كاريمين اذا الفرقة الوطنية غادي تمشي تزو من قلب مصحة الرباط غامشي تجيبوا مصط واحد المصحة اللي كان دار فيها عملية على القلب بطبيعة الحال هو حاول اختار الوقت المناسب باش ما يتعتقلش ولكن تمكي يقول لي فرص ديبرا فرص ديبرا يعني سنة او سنتين تقريبا وهو يتعرب من الحضور الى التحقيق تسفتوا ليها تسفتوا ليها اخواني اخوتي ذنين الاستدعاء ولكن كان دائما ما يغيب يعني ما كيبغيش يجي سي محمد كاريمين امبراطور بوزنيقة معروف في مدينة بوزنيقة اذا اخواني اخوتي غادي نعطيكم اولا تفاصيل الاعتقال من بعد غادي نعطيكم الميل فعلاش تعتقلوا وكذلك غادي نجبدو الارتباطات نتحهم بمجموعة من الفاسدين وبدون يا باطمة المغنية التي كانت تغني للجميع هنمشو التفاصيل اعتقال البرلماني سي كاريمين هتسيد هذا يعني امبراطور الفساد في بوزنيقة اليوم اتقريبا نقول لكم هذي حوالي اربع ساعات او اكثر من ذلك غادي توقف عناصر الفرقة الوطنية لابين بيجي للشوطة القضائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين امبراطور بوزنيقة والبرلماني عن حزب الاستقلال محمد كاريمين كاريمين الذي تم اقتيادهم شوجبدوه من مستشفى بالعاصمة الرباط حيث انه كان تم يرقد ويتلقى العلاجات اذا جابوه والوجه هي صوب مقر الفرق الوطني للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الردني بكازا او بالمعارف خدوه باش يتم تحقيق معاه خاصة انه تمت الاحالة انتعو على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف السيد صالح التزاري سنخرج واحدة النقطة مع ان توقف مع هذا الرجل منذ تنصيبه على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والسيد مكان غير الشطابة والعقبى لاخرين ان شاء الله فاعتقل حوالي 75 من ذوك البزناسة وذوك تسمى صماصرة القضاء اللي كانوا يتواجدوا بالقرب من محكمة الاستئناف وكانوا يتوسطون ما بين مجموعة من القضاءات المفسدين ويعني الناس اللي عندهم ملفات معروضة على القضاء سواء من عائلة المتهمين او من عائلة المطالبين بالحق المداني نكملوا مع هاد امبراطور بوزنيقة يعني المصدر اكد بان السي كاريمين نقلوه باش يتم الاستماع له في قضية كتعلق بالدعم اللي كان كتوصل بها خصوصا انه كان يمثل جمعية لقطاع اللحوم الحمراء التي يترأسها عرفتم ما معنى قطاع اللحوم الحمراء اللي كان كان يترأسها كاريمين واحد النقطة كذلك السي كاريمين تسكن في بوزنيقة امام مقر سوكنا سي عزيز اخ النوش كتعقلو فات السنة الفارطة عزيز اخ النوش المفسد الكبير العقوبالي حتى هو يخصو يمشي زور البريقة فكان واحد القرار ديال دعم ديال الحوالة عرفتك الدعم 500 دعم لكل رأس غانم كان لكم بمناسبة عيد الاضحى كانت تذهب لجيبي هذا الشخص كان يتلقى الدعم الدولة نرجع قبل ذلك ديك كذلك الدولة كان عفات اصحاب اللحوم الحمراء اللي تستوردوا اللحوم الحمراء وعقلتوا على ذلك الضيحة ديال الابقار دعم جابوها للمغرب باش حال على اساس انه باش ينخافض تمن ديال اللحوم في الاسواق بطبيعة الحال تمن عمرو ولا نخافض واستفدوا من الغاء الضريبة والجمرو والدوانة على اللحوم وعلى الابقار وعلى العجول اللي كانت تجي وكل يستفن هذا شي كامل هو هاد محمد كاريمين باش تعرفوا يعني تولاتي الفساد اللي كان في هاد الدولة وكيف تذهبوا الامور في هاد الدولة الشريفة ايدا كاريمين اخذوه باش يستمعوا له اولا في واحد الجمعي حول توصوله بالدعم بصفته كان رئيس جمعية قطع اللحوم كانوا تيدوزوا له الفلوس باش هو على اساس انه يفرقها على الفلاحة وعلى الناس اللي تيربيه العجول والابقار والخير فان ولكن هاد الفلوس فيما بعد ما بلها اطار كذلك نفس المصدر اكد بان عزيز البدراوي رئيس سابق للرجاء البيضاوي وصاحب شركة النظافة اوزون حتى هو يوجد رهن تحقيق هاد شي قبل ما يتأكد رسميا انهم تنطلهم وتم اعتقالهم وهودوهم الى عوكاشا هاد سيد هذا كذلك اللي هو البدراوي هو غير تورط مع كاريمين في واحد القضية تعقد لشركة اوزون كتعرفوا لان عزيز البدراوي هو صاحب شركة اوزون هاد شركة كبيرة جدا عندو ازيد 67 شركة مشاغي في المغرب عندو حتى في افريقيا كيشد لي مارشين تاع النظافة تينقي زناقي تينقي يعني الازبال هاد مولازبال حاشاكم السيد محمد او عزيز البدراوي غادي نعطيكم الصورة نتاعه هاد حتى هاد السيد هذا يعني عندو كيفاش كيحصل على الصفقات العمومية بوحد طريقة اللي فيها الشوكوك كيحصل بطريقة مشبوها اخواني اخواتي غادي نتكلم لكم على هادا وكيفاش حتى هو تشد في القضية مع محمد كاريمين سي بدراوي غادي نجبد لكم ده بالقضية عش غايت تعتاقلوها الجوج وعليش هاد القضية هذي وراها تقريبا ثانا وشكول يكتسف هاد الخروقات يلمزيش الاعلى الصوتة القضائية وليدوزو الملف الى الوكيل العام بمحكمات الاستئناف بالبيضاء ده بغا نعطيكم تفاصيل دي لها تصفقة هذي اللي بسببها يعني تم اعتقال هاد التنائي عزيز البدراوي ومحمد كاريمين واحد تصفقة دي ل نظافة واللي كان متورد فيها رئيس المجلس الجماعي اللي بوزنيقة كاريمين و سي صاحب شركة اوزون مزيان سي كاريمين مثل هذا تم عزلهم من طرف المحكمة الادارية هذي حوالي شهرين او ثلاثة شهر اعتقل او تم عزلوه في مايه الفين وثلاثة وعشرين ما اقلتش بالضبط ولكن تم عزلهم اخرا ومبقى اسرائيس الجماعة كيواجه مجموعة من دي التهم واللي هي تبديد اموال عمومية و كذلك هو كان مطالب بتبرير الاتهامات المجهالة في شبهة التلاعب في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة الذي تديره شركة اوزون لمالكها عبد العزيز البدراوي مزيان اشنو كين في الشيكاية الشيكاية اخواني اخواتي ان المجلس اعلن السلطة القضائية او المجلس الاعلى للحسابات دقق في مجموعة من الميل في جماعة بوزنيقة وغيرتر لهذا الميل واللي هو ان المجلس سابق خلال دورة اكتوبر 2014 غاد يقوم بتعديل واحد الميزاني انتع التدبير المفوض ما معنى التدبير المفوض وانك تفوض واحد الشركة هي لك تقوم بجمع الاسبع مزيان اولا ان في هات السلطة 2014 غادي يكون واحد المبلغ خيالي مبلغ خيالي ديال تفوض او جمع الاسبع ببوزنيقة هاد المعارشي غادي تترصد ليه مبلغ ديال 14 للمليون درهم هي مليار 400 مليون تسونتي تصور من بعد ما نادي تتضجع لهذا الميلف وكيفاش هذا الرقم الذي تم تضخيمه مليار 400 مليون بالزعف غاينوضو غادي يقومو بيتعديلو غاينوضوه 8 للمليون درهم اللي هي 800 درهم 800 مليون تسونتي مزيان نادي تتضجع صادقو على الميلف صادقو على الميزانية وخصوري غير 800 مليون تسونتيم بعد ما كانوا مخصر له مليار 400 مليون مزيان ولكن غادي يتفاجئوا الناس وغايتفاجئوا يعني المجلس على السلطة المجلس على الحسابات الناس اللي داروا تفتيش معلاء أنه بعد سنة يعني في الدورة 2015 بأن هات المبلغ اللي كان هو المحدد في الاعتمادات المقبولة للصنة الفارطة غايلقوا على أن المبلغ بقى هو هو اللي هو مليار و 400 مليون أي أنه بقى ذاك المبلغ الأصلي قبل ما يتم تعديله لأنهم بعد ما تعدلوا غير 800 مليون وهذا الأمر اللي غيبره رئيس المجلس في الدورة اللي هو كاريمين وكذا محاسب المجلس البلدي في الدورة نتا عام 2016 بيكون على أن السلطات الواصية اللي يعني هم العاملات والأقاديم أو العاملة ممثلة في عاملات بن سليمان قامت بالتعديل هنا دبا رئيس الجامعة قال لهم ما اللي حصل قال لهم على أن هذا المبلغ هذا اللي قمنا بتعديله وصدق ما معدلش قال ذاك المبلغ مليار 400 مليون على أنه كتعرفوا أن الأمير بالصرف أو الذي يراقب أو الذي يعدل هي العاملة أو الإقليم بوزنيقة تابعة العاملات بن سليمان وهنا بغير استخد كل شيء في العاملات بتعب سليمان لكيون أن هذه السفقة ما قبلوش هما 800 مليون هما اللي بغير يعد الأرض رضوها نفس المبلغ دي المليار و400 مليون ولكن من اللي مشوتي بحثو في الموضوع تأكد بأن السلطات مدارس حتى شيء تعديل وأن العامل أو العامل بتعب بن سليمان إطلاقا ما عندها حتى شيء دخل وهنا يقوموا بمراسلة المجلس البلادي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوطائق والفواتير الفارق اللي هو 600 مليون الفارق متاع 600 مليون ستاد المليون ديال الدرهم واللي كان سيخفض اللي كان هو التخفض اللي كان هذا كل المبلغ اللي كان تخفض عن المبلغ الأول مليون مليار و400 رجعت 800 مليون هذا هتستل المليون تعدرهم ما عندها أي تفسير كيف شو عند رئيس الجماعة البوزنقة كريمين ما كعطيهم حتى تفسير وخا قل لنا فين خسرتها الأول السين ما عنده مش جاوب لا فواتير لهم يحزانون هذه هي الصفقة لبس بهم طورة رئيس سابق صاحب شاحنات الأزبال وشركة أوزون مع رئيس جماعة بوزنقة إخواني كذلك المصدر الذي يقول أن رئيس جماعة بوزنقة سيقوم بمعية الأغلبية برفع المبلغ بستد الملايين ديال الدرهم إضافية في ميزانية 2016 بش يقول المبلغ الإجمالي هو أزيد من 20 مليون ديال الدرهم يعني جوج دل مليار هات شهد هات صريقة هاتي ما عليش تتمقى غير في هات شي في السنة عوثن ديال 2016 ديك مليار 400 مليون لأصلا هي رأى واخدين فيها 1 600 مليون سارقة موصوفة بغض النظر على ذلك 800 مليون هي في الفعل تصرف في محل هات جاي ما زي متكلم من جاني غير يزيد 1 6 مليون درهم أخرى وغتوصل لجوز المريعة وهات الشي غير يدير التبرير نتاعه كما هو مدون في المحضر ديال الدورة بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة وهو المبلغ نفسه الذي لم يستطع رئيس صرفه من ميزانية السنة السابقة لأنه غير قانوني نظرا لوجود مقرر التحويل الذي لم يلغى الذي لم يلغى إذن إخواني أخوتي هذه القاضية على بسببها تم عزل واعتقال كل من محمد كارمين و سي البدراوي دا بغنج بدولكم العلاقات متاع كارمين مع مجموعة ميناء السياسيين خاصة مع القجع وخاصة مع سي عزيز أخ النوش مزيان غادي نشوف إخواني أخوتي للإشارة فقط هادي كارمين راه هو اللي جابه واحد من رفق قناة الأولى باش يتكلم لهم على غلاء الأسعار دي اللحوم بغاو زعم هذه السياسيين عنده ملفات غارق في القضاء وبغاو يحسنوا للصورة نتاعه مزيان غادي نشوف الكارمين وهل هل سيجر محمد كارمين كل من اللقجع وعزيز أخ النوش إلى القضاء مزيان تقولوا لي علاش غنقول لكم علاش إخواني أخوتي سي كارمين هذا الرجل يعني الذي لا يجادل أحدا أن محمد كارمين هو تقريبا نسخة طبق الأصل للمعتقل سعيد الناصري رئيس الويداد البيضاوي الملقب بمصخ الكل مصخ الكل واللقب دي سي رئيس الويداد سعيد الناصري ده بتقول لي شو العلاقة ما بين كارمين ودنيا باطمة وسعيد الناصري العلاقة نتحون كاملة هو أن احتهد كارمين كان يقوم بتصوير كل من سقط في شي بكهي بمعنى الناس اللي كانوا تقضي وعندوا الليالي الحمراء أو كان يصور كذلك حتى دوك اللي كان تعطيهم الرشاوي وتعطهم إبرام الصفقات وما أذراك ما كان يفعله ويوتقه بالفيرمة دي السي كارمين يعني تصوير مسؤولين وعنده ضحايا ممن يقدم لهم الرشاوي دوك الناس اللي كان تعطيهم الرشوة وهنا كان تكلم حتى على إعلاميين قص عرفوا أن مجموعة من الإعلاميين ما تقدروش يتكلم على محمد كارمين إضافة إخواني أخواتي هذا الرجل واللي على وشكل إفلاس لكن وكما يقول العامة عار الجار على جاره عار الجار على جاره وفي هذا لن يكون سوى السعازيز أخ نوش الذي يجاوره في مقر سكنه ببوزني قباي أو بوزني قباي حيث أن رئيس الحكومة من المزوط سيغضق عليه بالصفقات العمومية منها صفقات اللحوم والدعم العمومي وصفقات الطانقة عارتو ديك الطانقة اللي كدار لدوك الأكباش دي العيد عايز أخ نوش تنتيد وزال هات السكار مين وبذلك تيولي الشعب في عهد حكومة عازيز أخ نوش فوزي القجع هو الكبش أنا تيولي فوزي القجع هو الكبش لأن القجع عنده في أي ميل دي الفساد أو صفقة عمومية عنده دور لماذا لأنه هو الميزانية هو لتعطي كم تسمى البيجي البيجي أنت أي مشروع ولا أود يكون حضر فوزي القجع شوف التعليم يحضر فوزي القجع فالداخلية يحضر فوزي القجع فوزي القجع هو الساروت وهو مل ميزانية هو مل حبة مل دينيرو مزي مل عيني المو إذن إخوان جيد جدا يعني كتلاحظوا على أن غيرتكرر السيناريو أنت عم محمد مبديع أم عم محمد كاريمين خاصة في الطريقة وحدة وفي السيناريو وهو اقتياده مكبل اليدين إلى القضاء فين من كانوا تديروا وهم على فراش المرض وهم على فراش المرض لأن نحن مبديع نحن كانوا تعيطوا له ذاق الوطنية كان دائما ما كيجيش كسفت لهم واحد شهادة طبية لدرجات إخواني أخواتي بأخير مرة بغيتم القبض عليها اليوم غي يعطيهم شهادة طبية غد لي غديبان في البرلمان حاضر في صوصو عليه وطي يعطيوها لئاسة واحد اللجنة دي لتشريع مزيان الفاضيحة بلي بشوك يقلبوا لذيك شهادة طبية القوها عاطينها ليه واحد طاببة دي لتوليد لا علاقة لها بالطب طاببة التوليد عاطين السم محمد مبذيع شهادة طبية واش كان يتولد الله أعلم إذن نفس السيناريو كذلك بعد محمد كريم هي سنة قريبا هما تيصفتوا أليه أود يحضر السيداء يمشيش كيصفت المحمد يلو تيدي لهم شهادة طبية باش ما يحضرش من زيان حين السيد قبل من عفر صمشة قدم الاستيقال عن تاعه قدم الاستيقال عن تاعه وخل الفراخ كيف هو كيف جماعة الفقه بن صالح اللي كان فيها محمد مبذيع يعني اليوم تم تقديم محمد كريمين في حالة اعتقال وبالتالي مغير تعتقل السيد هذا ولا بد معه ناس اخرين قلت لكم انه كان يصور حتى واكن كيجي الفيرما كيجي بالاعلاميين المسؤولين السياسيين جار عزيز اخ النوش حتى واكن ندير كاميرا دي التصوير مزيان اذا هناليا غادي نقول ان مسؤولين سوف يتحسسون رؤوسهم نظرا الاعتقال كريمين مزيان وابسط شيء قد نقوله هو يتفتح تحقيق حول الدعم اللي كان توصل به سنويا عرصوا دي هذا جدي الطانقاد الحولي الطانقاد الحولي التي يدار له هذا سيد هذا خلال خمس سنوات غادي توصل موحد القيمة ما يعادي ثلاثة الأضعاف يعني سنويا فات خمس سن هذي بقى ياخد واحد دعم مضعف خمس سن الأضعاف أو ثلاثة أضعاف مقارن مع الدعم اللي كان ياخد شحال هذي خاصة منذ بداية العمل بالطانقا الطانقا اللي كان دال الحوال لهذا كان بوحدك يحتكر هذا المرشي هذا المرشي كان هو الذي يحتكره وهنا كي تبين بجلاء على الفسد متع الصفقات العمومية وكيف تمنح للفاسدين وهنا سنفهم لماذا سنفهم يعني لماذا تفتح الشهية متابعة هنا صراحة هذه القضية هذه قد تفتح لنا الشهية باش نتابع هذا مسلسل الرمضاني هذا مسلسل رمضاني سنوزه رمضان مع السي محمد كاريمين والعلاقات نتاع مع كل من النقجع وعزيز أخ نوش إذن نعتقد أن يعني نعتقد على أن خطوة إيجابية في محاربة الفساد وطريقة حمزة مونبيبي طريقة دونيا باطما في تصيض وابتزاز الفنانين أو أصحاب المضارع المهرجانات كيفما كانت تفعل عصابة حمزة مونبيبي تتعرفوا أن الدنيا باطما كانت دائمة الحضور في تلفازة المغربية وفي مجموعة من المهرجانات لدرجة أنها سمعوا مزيان حضرات في مؤتمر أو مهرجان حزب استقلال في في العيون ماشي جابوها غير هكاك لم تأتي غير هكاك عجب الضبط الصحراء والعيون مزيان واش علاقة بكريمين أنه تحتمل حزب استقلال كذلك حزب استقلال الوحيد اللي جاب دونيا باطما باش تغني إليه في واحد المهرجان هنت أعطيكم هدي قريبا شي سنوات مشي غير هات السنة أعتقد قبل كورونا أو في سنة 2018 أو 2019 إذن إخواني أخواتي سعد ناصري عصابة باطما وحمد كاريمين تصوير الليالي الملاح ابتزاز كاريمين كان أي وحد تعطيها رشو تصورو حط كاميرات إعلاميين تعطيهم كذلك فلوس باش تهضروا معهم زيان تهضروا عليهم زيان أو تميكوا إذن لدرجة أنه كان عنده نفوذ حتفة الفزة المغربية والسيل عليشي وما أدرا كامال عليشي اللي مستحويد على القنوات الأولى والثانية واحد المرة غادي يجيبه وغا يستطفه باش يأثر على القاضاء في الملفات الرائجة لأن السيد كان عنده ضغصي في القاضاء وجايب ينوذ الفزة حول أسباب غلاء الأسعار تعلوحه مزيان هذا من جهاء إخواني أخواتي نمشي أو السيد بضراوي ولكن ما زال نكمل مع السي كاريمين وغانتقلوه السي بضريق السي كاريمين قال لي هم دو قدرت عملية على القلب ومع ذلك ما عقلوش عليه جابوه هزوه من من المصح على الرباط وجابوه مزيان شنو علاقة كاريمين بفوز القجع هنا العلاقة أنت حول سترجع من اللي ستصدفل القناة الأولى في النشر المسائية لكاريمين هنا هذا المسؤول هذا الفاسد سيتام فيها الحكومة بأن هي لرفعة الأسعار عقابا على مقاطعة من توجه الحليب رفعة الأسعار عقابا على مقاطعة من توجه الحليب في محاولة منه للانتقام من عزيز أخ النوش هذا هو التصريح اللي كان أعطا كاريمين في التلفز قال لأن رفع الأسعار تعلوحهم الحكومة بغت تنتقم الشعب لأنها نهار قام بمقاطعة الحليب سيتم أيامات المقاطعة وكذلك عزيز أخ النوش اللي كان عانم هاد القضية هدي من اللي قطعوا له شركة إفريقيا قاز كاريمين هاتسيد هدا بعدما تقرب من فوز القجع غادي ساهم يعني بالتقصية يعني القجع هو اللي غادي يساهم باش سي كاريمين يفوز بالصفقة ديالطانقة نقول لكم الطانقة هو ديالطانقة اللي قد تتعلق في الودني ديالحولي وكذلك غير فعله من القيمة الميزانية في عيد الأضحى الأخير غير فعله واحد ميزانية كبيرة وهاتشي اللي خلاه دائما ما يضغط عليه مجددا باش يستفد من ميزانية استثنائية كاريمين ولا تيدغط على القجع واش شد عليه شي فيديو واش 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 العلم لله ولكن القجع بدأ تغضق عليه بالصفقات والأموال وهاتشي كامل كان دائما ما تضيف له ميزانية استثنائية كيتسمى واحد القضية ميزانية استثنائية وهاتشي كامل كان بلما كانوا يرجعوا إلى فسخ العقود ديال اتفاقيات وإعادة فتح الصفقة في إطار شفافيات الصفقات العمومية كتعرفوا على أن أي صفقة قصدوس قصدوس في صفقة عمومية تتم الإعلان لها كيتقدم البروجي كيجوا الناس تعرضوا المبالغ المالية باش يفوزوا واش يفوزوا بالصفقة ولم يفوزوا بالصفقة المهم إذن وزير المالية المسؤول المباشر عن هذه العمليات حتى هو غيدخل في دائرة الشك استثناء وزير القجة حتى هو غيدخل في دائرة الشك إذن إخواني أخواتي السي كاريمين كان دائما ما كيبتز الحكومة ودائما ما كان تحاول أنه يقرب أولا من وزير الفلاحة وزير الفلاحة اللي كيندابه هو وزير صوري هذا اللي كيندابه الصديقي هذا غير محطوط هذا وليلقى وبنته مسكين دارس أكسيدون في السعيدية بعدما عرقتها بير عرقتها شراب ضربتها وحد الخمسة للقرعات ويت دخل في واحد صيارة وحد مهاجر المغربين في السعيدية تقدمها تحتية على أنظار الوكيل الملك ويتم إطلاقوا صراحية مزيان وحكموا عليها بشهر موقفة تنفيذ أو شيء من هذا القبيل هذا وزير الفلاحة هذا هذا تحط في وزارة الفلاحة هو كان الكاتب العام أو كان شتشي منصب حساس من لي كان أخ النوش هو الذي يسيطر على الفلاحة يعني جابوا حتى صاحبوا لماذا لأن إلا جاش آخر جاش واحد خور غادي يبدو كل ملفات السوداء اللي كان في وزارة الفلاحة وكتعرفوا الميزانيات الضخمة التي مونيحة لعزيز أخ النوش ميزانيات ضخمة في وزارة الفلاحة وهنتم ما كنتشوفوا النتائج دعو وزارة الفلاحة المغرب ولا تيخدم على إفريقيا وتيخدم على أوروبا وكيستهلك وكيستنزف يعني كنقولوا إحنا التروة المائية وتيصدر عن طريق الفلاحة تيصدر الماطيشة وتصدر البتيخ والدلح وإحنا يندي الباصلة وماطيشة ب 15 درهم مؤخرا نخاف لأن موريطانيا رفعت ضرائب الجمهوركية شافوها مخرجات شوية يرضو يرضوها التمن الطبيعي 3-4 درهم للسوق المغربية المهم لأنه ما بقاش تصدر إلى إفريقيا هنا أشغل نقول لكم إحنا أمام حالة التنافي حالة الفساد حالة مجموعة أشغل نقول لكم النهب 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 الميزانية العامة بالعلالي كانوا يصرقوه بالتخبيعية يصرقوه عين بين لأنهم أمينوا العقاب تواحد نتيحة تبحاث معهم تواحد ما كيعاقبهم تواحد كانت منه نترجى خيرا من هات الشخص الوكيل العام محكمة الاستئناب البيضاء ولي صراحة ندير واحد دور في منتهى يعني تشكل كان يتجرع باش يعتقل هؤلاء من كان يتجرع على اتقال الجهة الشرق اعتقال سعد ناصري اعتقال محمد مبديع اعتقال يعني شبكات ديال الفساد إخواني هدا من جهة نبشيو البدراوي قبل ما نرجع لدون يا باطمة السي البدراوي هدا الرجل لدي كانك يحصل على صفقات وصفقات تصورو شحل المصفقات كانت يحصل هداف المغيب كامل كانت هاد البروجيات نتعال نظافة في مجموعة من المدن كانت شركة اوزون عرفوه ديال سي البدراوي عزيز البدراوي هدا غير مؤخرا حصل على شهادة الدكتورة وتصورو انه لم نحصل شهادة الدكتورة حصلها على يعني موضوع مطارح الازبال تصورو فاشل في تدبير هدا القطع ومش اخذ الدكتورة في موضوع ديال مطارح الازبال يعني نقش الدكتورة بهذا الخصوص تصوروا معي في بلد العجائب هاد السيد هدا اللي نقش الدكتورة في القانون العام غير هاد في فاس انا هو ابن فاس وحصل على هذا ديال الدكتورة بميزة مشرف جدا او مشرف جدا نعم اذا واشخدها بميمي واشخدها بشافافي الله اعلم ما نقدش ندخل نحن في شي الا ان الغريب هو ان في الاطروح اللي كانت تحت عنوى المطارح العمومية في المغرب وافريقيا التدبير والتأثير والاستدامة دراسة حالة يعني هنا دار مقاربة بين ثلاثة ديال الدول اللي هي مالي الكوتيفور واللي من خلالها غدي حلل تحديات والفرص اللي كتواجه المطارح العمومية في هاد الدول اللي من المدن المغربية ولسية مفاس والازبال التي كانت تتراكم في كل الشوالع بالمدينة العلمية مزيان نحيد احنا هاد شهادة ونرجع الباطمة باطمة مولاة البطموت باطمة مولاة البطبوت اه تكلمنا على انه كينين شكايات شكايات لحد الساعة لم يتم تفعيلهم شكايات منتع النصب شكايات منتع الاحتيال مجموعة من الشكايات موضوعة ومحطوطة منذ سنوات واشخاص يعني اموالين هاد الشكايات يمشيوا ويحاولوا ما امكن انهم يسولوا على ما صير هاد الشكايات او انه يديروا تذكير النيابة العامة بحاول ما صير هاد السياسات وهل تم الاستماع الى الدنيا باطمة بخصوص هاد القضايا اخواني اخواتي في انتظار الجديد طبيعة الحال واللي غدي نوفيكم ان شاء الله بالمزيد دنيا باطمة السيدة اللي شوهت المغرب وشوهت قطاع الفن وشوهت الاوسيم الملكية وشوهت كل شيء في هاد البلد السعيد هنا غنتكلموا اه نحاولوا ما امكن ضحية ضحية لي صراحة يعني باش نعارفه كيفاش وعلاش سبب الوفاة انتحها او انتحار ديالها او المقتل يعني بقت غامضة السيدة اه ماتت بسكتة قلبية مفاجئة مع العلم ان السيدة ما كانش عندها شيء مشكلة على مستوى القلب اه هناك تعرفوه ام الدحماني هاد البلد لمغربية وعندها احتل جنسية اماراتية الام ديالها كانت مطلقة من الزوج الاول اللي كان رجل اعمال وكان دائما في خلافات مع الزوج انتحو لكون ان ام تعوي ام الدحماني كان هو دائما مكان يستافر كان كثير الصفر اعتقد من من المغرب او اعتقد الى امريكا اللاتينية مع قدش انا كيفاش رواية ومن بعد تطلق منه ام ويقام الدحماني وغاتبش الامارات وغاتزوج من رجل اعمال اعتقد او شيخ هي ديك الساعة كانت تقلب على الشهرة كانت تقلب على الشهرة وغاتبدا بواحد البرنامج لكن البرنامج ما غادش يعطيها يعني واحد الاشعاع اللي كونها كانت عندها طموح كبير من بعد غادت تمشي تشارك اعتقد غتصدر اغاني هاد اغاني السيدة تميز بشئ من الجرأة السيدة كانت كتبين الجرأة مما سبب لها الاحراج مع العائلة انتحة بالتأكيد يعني وخاذ الحجم تا الشهرة اللي كان عنده ام دحماني الا انها كان دائما يعني احتر المصارف ديالها كانت كتسم بها الوليد انتحة بكون الوليد ديالها زوجة واحد لابس عليها المهم من بعد هاد السيدة هذي قال لكم هي غير صراحة مش شي شخص اخر على انها واحد صريح من اللي تكلمت على انها بغت انطحر وكانت دائما تفكر في الانطحار بسبب الضغوط لكانوا يتمارسوا عليها تقولوا على انها كانت كتمرس مش يعني واحد شيخ او شي مسؤول كبير هنا يقال الكويت يقال شي واحد في الكويت هذا المسؤول الكبير ربما كان يعني تصفت صديقاتها باش يستدرجها من اجل احياء ليلة من اجل احياء ليلة بدليل انها سوف تمنع فيما بعد من دخول الكويت هنا سيدت كلمات وعطت اشارات بان بعض صديقاتها كان يعني تحرضوها او تبغيو يدخلوها لمجال الضعارة ومجال فساد الخلقي من بعد هاد الاخر غادي كتشفو ان عائشة اياش هي من اقرب صديقات انتحها هنطرحت علامات استفاهم ولكن قبل ذلك غادي ينوض واحد خينة كانت عنده صفحة في لبنان واحد اللبناني ما عقلتش اسمتعه وكان عنده واحد صفحة مثلا شرطة المشاهير هاد شرطة المشاهير غيحطوا حتى دوين ويكتب فيها بانه عنده معطيات وغيخرج بها وان صيد ويقام الدحماني توفعت بسبب ماتت مقتولة وانه سوف يعني سوف يفرش وينشر شكون ل قتل ويقام الدحماني مزيان ايام او اشهر بعد ذلك سوف يتم العثور عليه مقتولا الغريب هي نفس طريقة باش مات اتو ام دحماني سكتة قلبية مفاجئة نفس طريقة هذا مشكل يعني هنا طرح عدة تساؤلات واش بالفعل ان السيدة مات مقتولة او انه تعطاش ايبرا تحقن تسب بسكتة قلبية كذلك يعني كان احد الكاميرات اه اعتقد فيه ابو او في دبي السيدة ممكن تعيش في ابو وضبي ومجات كرات شقا في دبي او العكس لانها في الاخير كانت تصور واحد الفيلم اللي كانت دير لها الانتاج قلت لهم علاش لانها بغت تدير واحد الضور اللي بغيها هي ولكون انها اذا بقت معتمدة على المخرجين وعلى اصحاب الشركات اللي يدير الانتاج فهدوتي بالزوع لها انها تدير واحد الادوار وكيفرضوا عليها التامل اللي يبغوهما وهي كانت تشد واحد الصالة الكبير وفي الاخر شفت نقص بزاف خصوصا سيد تكلمت فهد شف واحد حلقة قالت على ان هال الممتلات اللي خرجوا من بعد بغي نغير شهرة ومستعدين يعطيهم جسد نتحهم يعطيهم باشي يبانوا في الواجه هذا شي معروف موجود في المنابر الإعلامية أو في المسلسلات والفن إلى غير ذلك يعني هذ القضية هذه معروفة إخواني أخواتي يعني الشي مغني بغي تغني في شي مهرجان ممكن أنها تخرج مع شي وعمود المهرجان يستغل كيف ما بغى وتوقع مع العقد ممتل بغى تدور بوطولة تخص تدوز من تحت الرجلين ويأمد ما نعيو فيها باش يدروا لهذا شي فإذا بها ما قدوش سيدة كانت ترفض دائما كانت ترفض وقلت لكم أنه يقال شخصية كبيرة في دولة الخليج هناك يقول ربما كويتي ربما كان يقال كويتي لأنه سوف تمنع من طرف من دخول الكويت سوف تمنع من دخول الكويت والسيدة خرجت وقالت على أنهم تعاملوا معي كأنني مجريمة مزيان مش مشكل أبخي هذه الرواية الأولى هي هذه اللي كانت تحدث قبل 2019 الرواية قبل 2019 كذلك كان كاميرا شافت أو عينت أنه دخلت واحد السيدة عندها اللي كانت هي في الفندق أو في المقر كانت كارية والسيدة دخلت عندها وخرجت عندها منقبة ما قدوش يتعرفوا على شكل الهوية دي السيدة اللي دخلت عندها في اليوم الوافاة مزيان قلت لكم دي السيدة كانت صاف دات الانتاج رأسها وكانت تنتج واحد الفيلم وكانت لعبا في دور البطور في النار أعتقد وجه 20 أبريل 2018 أعتقد وقلاف هذا في هذا التاريخ تفاجأوا المصورين والطاقة اللي كيصغر من السيدة مجاج أو السيدة خسر الفلوس ولي كتخلص مجاج مهم يبقون السيدة توفيت هذه هي اللي كانت الأولى عملية قتل مشبوهة ولكن بعد سنة 2019 يعني بعد تفجر ميل في حمزة مونبيبي وسيدة رجعوا لها الواحد الصليح كتتكلم على أن بعض الصديقات انتحها في المجال الفني وكذا أقرب انتحها كيحاول يستدرجها للضعارة الراقية كتعرفوا على أن مجموعة من المغربية لا داعي لديك الأسماء بعلم أن وخا عندي الأسماء بلا منذكرهم حشاكم تقوموا بشبكة تقودي فيما بعضيتهم كان مغنية مشهورة بلا منجبل ممثلات مغربيات يذهبون إلى الخليج نعطيكم مثال شيء وحدة المعروفة كانت بشي تقصر مع الشي شيخ كانت نضي حاجة كنت تقوض صاحبتها لديك ممثلة كانت نضي أسماء مغرش نذكر هما اللي كالإداء اللي يذكر كانت نضي تجيب له واحد ممثلة بحالها والاخر عابتها تقصر على واحد جيت نجيب لك صاحبتي فلانا وبهالطريقة يدوروا هذي وما الممثلة المغربيات طبال الله اللي كيمشون الخليج أغلبهم كيمشون هالطريقة هذي كيمشون الخليج لهذا السبب هاي ممثلة أو مغنية كنتشوف وغلب الشي الخليج وأغلبية كتلقها إمامة مطلقة ولا سيدان بزر من زوج وكاللي كان عن الشكل أنت عدون يا باطمال كان تتغني كتغني لما نتموها بالفساد ولكن كانت نقدر نتموها بالقوادة الزوج التحول الذي كان يشرف على ذلك مزيان من بعد هذ شي غادي شوف على أن عائشة عياش من الأقرب المقربين وهي من الأوائل التي أعلنت خبر وفاة المسمى وامد حماني عائشة عياش أول وحدة اللي خرجت تكلمات الثاني حاجة القوة لأن مابقى عندها تشي حاجة يعني لا ذهب لا فلوس سيدة صافي ما بقى عندها تشي حاجة يعني وش كانت تبتز وكانت كتعطي الأموال وش كانت وش كانت هناك مجموعة من يعني الروايات وكانوا مجموعة من الأخبار هناك شو حول تورط عصابة حمزة مونبيبي في مصير أو في ذك المصير اللي قاتوا ويقام الدحماني واليوم من هذا تبقى الأمور غامضة إخواني أخواتي ويبقى الحساب ربما سيتم متأجيل الحساب إلى يوم القيامة وذك سيحاسب الجميع ولكن دائما ما كانت تورط يعني كانت أسماء متورطة في هذا الملف لكانت مشرفة عليه أو مشاركة فيه حتى لا نظمة لأن القضاء قال هي مشاركة في حمزة مونبيبي وليست صاحبة الحساب مزيان يعني الحقيقة تبقى غامضة إلى حد الساعة إخواني أخواتي ومسك 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 متورط يعني يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة أو أن سيتأجل العقاب إلى يوم الدين أخواتي من جهة علاقة باطمة بحساب حمزة مونبيبي ومش تكلم على مجموعة من أصحاب الملاهي الليلية بمراكوش وكذا وكذا مع العلم أن نفس الشخص قبل ما يتسجن كان يقول لدنيا باطمة مرحبا بك في رضاهاتي محاكم مراكوش وكان دائما يأمر بالتحقيق مع باطمة وشقيقتها بعد ذلك السين مديمي كانت عنده شيكاية در سابه دنيا باطمة بعد ما خرج من السجن ما عرفناش واش تم يعني ترانجوا في مباضياتهم أنه هو يوقف الحملة وبأنه اللي عندهم عدو واحد اللي هو محمد تحفا أو المهم كان هناك ملف معروض على القضاء شيكاية باطمة بالمديمي والقضية كان فيها تشعير السيدة كان ديرها به شيكاية تشعير إذن إخواني أخواتي عالمة استفهام في قضية يعني فيها القضية دي المديمي وباطمة وقد احتفل قضية دي المديمي والناس اللي كانوا متهمين في ميلف حمزة مومبيبي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة